ثم بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال تنشر الدواوين التي فيها المكتوب الذي كتبه الملكان الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه بدقة يحسب كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يكتب كل شيء تكتب الحسنات وتكتب السيئات والخلاف فيما لا إثم فيه ولا أجر هل يكتب ولا يكتب من أعلمها يقول يكتب كل شيء حتى ما لا ثواب فيه ولا عقاب عليه يكتب ثم بعد ذلك يهدر ومنهم من يقول لا يكتب إلا ما يثاب عليه ليوضع في كفة الحسنات وما يعاقب عليه ليوضع في كفة السيئات وتنشر الدواوين ويصحائف الأعمال فيأتي الإنسان بالسجلات من الحسنات والسجلات من السيئات وهناك البطاقة وحديث البطاقة معروف تنشر الدواوين ويصحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره الذي يأخذ كتابه بيمينه هذا هو الناجي الذي ثقلت موازينه وأما الذي يأخذ كتابه بشماله فهو الذي خفت موازينه فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره أو من وراء ظهره هل هذا قسم أو قسيم يعني هل هم ثلاثة إذا قلنا قسيم صاروا ثلاثة صار منهم من يأخذ الكتاب باليمين ومنهم من يأخذ الكتاب بالشمال ومنهم من يأخذ الكتاب من وراء ظهره ها؟ يعني هل هم قسمان أو ثلاثة قسمان نعم ما في ثالث لكن الآخذ الكتاب بالشمال لا شك أنه يأخذه بيده الشمال اليسرى التي توضع وتلوى من وراء ظهره من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى نفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الطائر هذا عبارة عن العمل الذي يتطير به ويتشاء منه أو يتفاءل به فإن كان حسنا ويتفاءل به كما يصور له بصورة الشاب الحسن الذي يأتي وجهه بالخير كما أن العمل السيء يتشاء به صاحبه لأنه يصور له صورة رجلا قبيح المنظر فيقول له من أنت الذي وجهك لا يأتي بالخير فهو من هذه الحمثية سمي طائر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح لا يحتاج إلى تقليب وإلى عناء وإلى تعب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وفي هذا في كونه منشورا لا شك أنه زيادة سرور بالنسبة لصاحب العمل الصالح وزيادة حزن وكآبة بالنسبة لصاحب العمل السيء لصاحب السيئات لأنه أول ما يواجه بعمله فينظر إلى هذه الأعمال السيئة فيزداد حزنه وكآبته والآخر صاحب الأعمال الصالحة يجدها منشورة مستقبلا بها لا يحتاج إلى تفتيش يعني هذا في الأمور المحسوسة نعم في الأمور المحسوسة واضح يعني إذا ذهبت إلى مدرستك لتنظر إلى النتيجة فوجدت النتيجة أنت مع الأوائل على الباب منشور على باب المدرسة نعم تفرح ولا ما تفرح افترض أن نسمك سقط من الناسقة ومن الآلة ثم بحثوا في الأدراج وفي السجلات أنت في هذه المدة وشو وضعك مبسوط ولا محزون نعم لكن الذي جاء بالحسنات يجده منشور يعني مثال تقريبي ولا نسبة لهذا مع هذا فالشخص الذي راسب بجميع المواد يجده منشور أيضا على الباب يفرح ولا يحزن يفرح أن نسمه يسقط من الكشف لأن فيه احتمال إذا سقط أنه مثلا يصير ناجح بالمواد وبعض المواد لكن يجده منشور أمامه ليزداد حزنه ولا شك أن مثل هذا فيه مما يفرح المؤمن ويسره ويبادر بفرحه وسروره بعكس صاحب السيئات التي رجحت على حسناته اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب أبدا النتيجة تطلع عليها بنفسك يعني لو لو أخبر بها ما اطمئن ما يطمئن لذلك لو أن الإنسان يزعم أو يظن أنه أجاب في الامتحان ثم يطلع اسمه راسب نعم ثم يقال له هذه كراستك راجع هذا أنموذج الإجابة الصحيح راجع خذك راسبك كفى بنفسك اليوم حاسب نفسك ما يبقى له آدنى عذر كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة حاسب نفسك كتابك منشور وانظر في حسناتك وزيئتك تنكر من أجري كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ويحاسب الله الخلال ويخلو بعبده هذا للدرس